اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده مديله حلاوة الحاجة التانية انا استخدمت خيط هو الخيط بيبقى فيه عدة الوان بتقدر لون اساسي اللي هو اللون الروز الغامق قوي ده ودرجاته كلها لغاية ما بوصل للابيض طيب حضرتك ازاي تعملي الرقبة تبقى واسعة كده حضرتك بتقيسي على الرقبة بالزبط اللي هي المخنوق يعني بتعملي اللي هو يهدو محيط الدايرة او محيط الرقبة اللي بيفوت الراس بعد كده بتزوجي بقى حضرتك شوفي بتنزلي من الرقبة لغاية ما تنزلي للجزء ده بتغضي بقى المقاس ده بالتساع شوية عن ده هيبقى اوسع من مقاس الرقبة نفسه لان زي ما حضرتك شايفة ده مش التساع رقبة ده التساع صدر ده فتحة صدر مش فتحة رقبة انها فتحة رقبة كبيرة شوية طبعا لو حضرتك عايزة تعملي الفستان ده مخنوق هتقدري تعمليه بس هنا في الحالة دي مش هتشتغلي القسطر دي بس لأ بتزوجي قسطر تاني عشان تقدري توصلي لحردة الباط ويبقى اتساع الكم مظبوط على البنوتة اللي هتعمل لها الفستان طبعا من هنا الجزء ده اللي هو الوسط لازم يكون دوران الوسط مظبوط بكوني ايساع على البنوتة الجزء اللي ما بين فتحة الدراع هنا وفتحة الدراع هنا الجزء ده اللي هو بيسمى دوران السطر لازم برضو ابقى ايساع البنوتة يبقى انا قلت دوران الرقبة بعمل دوران الرقبة واسع شوية عشان يديني الاتساع بتاع الجيكلتي ده وبعدين المقاس التاني بيبقى اتساع محيط السطر وفيه مقاس تالت اللي هو دوران الزراع لازم يدخل من ايد البنوتة سواء هنا بقى او هنا وبعدين محيط الوسط وراء قدام كله داير ميدور وبعدين طبعا هو الفستان اصلا نازل على واسع وبعدين الديل برضو نازل على واسع اتمنى يا رب تكون المقاسات عرفت حضرتك تجي بيها ازاي هنا ده نموذك بدل ما اعمله المقاس واحد وتبقي مقيدة حضرتك لو ما كانش عندك المقاس ده مش هتستفيدي بالفستان لا انا بعمل طريقة والطريقة دي تمشي حتى لو حب حضرتك تعملي الفستان لنفسك لانه الموديلات تمشي للكبار وتمشي للصغيرين كل الحكاية احنا هنختلف في المقاس بس فانا بحب اقوي ادي الطريقة والطريقة بتاعت الحساب ازاي تتعملوها بحيث ان حضرتك تبتدي باي مقاس لاي حد ولاي سن فما يوقفش معيك اي حاجة اتمنى لحضرتك مشاهدة ممتعة واتمنى يا رب يعجبكم الفيديو واتمنى تنفذوا الخطوات وممكن حضرتك تستخدمي اي خيط لو موجود عندك خيط مفيش اي مشكلة والخيط هتستخدمي الفستان للشتة بتستخدميه لخيط شتوي بتستخدمي الفستان في الصيف يبقى بتستخدميه لخيط صيفي يلا بينا بسرعة نشوف خطوات العمل ونشوف الفستان بتعمل ازاي في البداية انا هعمل سلسلة المفروض ان السلسلة دي هتبقى اكبر من دوران الرقبة لان الفستان مش هيبقى الرقبة بتاعته مخنوقة على الرقبة ولا كمان هيبقى فيه فتحة في الظهر او في الامام فعشان كده هنوسع الديكلتي او هنوسع الفتحة بتاعت الرقبة بحيث ان ده ما فيهوش فتحة من وراء او فتحة من الامام وكمان ما بيبقاش مخنوقة على الرقبة يبقى ده اول شرط ان احنا هنوسع عنده وران الرقبة تاني حاجة كمان لازم يكون عدد الغرز يقبل الاسم على ستة او مضاعفات العدد ستة عشان الغرزة اللي هنعملها وبعدين بنزود واحد فانا هبتجي اعمل عدد من الغرز يقبل الاسم على ستة وبعدين ازود واحد فهعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا ما بديقش عشان ما تبقاش مجدودة من عند الرقبة سبعة تمانية تسعة عشرة عملت كده تسعة واربعين غرزة تمانية واربعين منهم يقبلوا الاسم على ستة وزودت غرزة طيب هعمل ايه بقى دلوقتي هقفل السلسلة دي لان احنا قلنا ما فيهاش فتحة وراء او قدام فهعدل السلسلة بيدي اخليها معدولة كده وبعدين ااجي على الغرزة الاولى خالص وبعدين اعمل منزلقة ويبقى انا قفلت كده الدايرة ويبقى دي اللي هي الفتحة بتاعة الرقبة وزي ما اتفقنا ان الفتحة دي اكبر من دوران الرقبة يعني تبقى مفتوحة شوي طيب نبتدي بقى السطر الاول هنعمل ايه؟ هرتفع اتنين سلسلة وبعدين اعد واحد اتنين وفي الغرزة رقم ثلاثة في الفتلة اللي تحت هدخل وهعمل عمود واثنين سلسلة وعمود وبعدين هقفل كده يبقى انا عملت في الغرزة رقم ثلاثة عملت عمود اتنين سلسلة عمود وبعدين هعمل اتنين سلسلة واعد برضو واحد اتنين وفي الغرزة رقم ثلاثة في الفتلة اللي تحت هعمل غرزة حشو وبعدين اتنين سلسلة وبعدين اعد واحد اتنين وفي الغرزة رقم ثلاثة في الفتلة اللي تحت هعمل عمود اتنين سلسلة وعمود وعمود في نفس المكان وبعدين اتنين سلسلة واعد واحد اتنين وفي الغرزة رقم ثلاثة هعمل غرزة حشو وبعدين اتنين سلسلة واعد واحد اتنين وفي الغرزة رقم ثلاثة هعمل هعمل عمود اتنين سلسلة وعمود في نفس المكان اتنين وحكمل السطر كله بالطريقة دي بعمل صدفة عمود واتنين سلسلة وعمود وبعدين اتنين سلسلة وغرزة حشو اتنين سلسلة وصدفة اتنين سلسلة وغرزة حشو وهكذا هكمل السطر كله بالطريقة دي خلصت كده السطر واخر وحدة كنت عاملاها اللي هي الصدفة اللي هي عمود واتنين سلسلة وعمود وبعدين هعمل اتنين سلسلة والغرزة الاولانية اللي كنت ابتدتها اللي هي القفلة في مكان البداية والنهاية هدخل فيها وهعمل غرزة حشو اللي هي دي غرزة الحشو المشتركة اللي هي المفروض بعملها بعد غرزة الصدفة بعد ما خلصت السطر كده يبقى ده السطر الاولاني خلص السطر التاني انا مفروض ان انا امشي بمنزلقة لغاية ما اجي لنص الصدفة دي او الفراغ الصدفة دي فهدخل في الغرزة الاولى واعمل منزلقة وهدخل في الغرزة التانية وهعمل منزلقة اللي هي السلاسل اللي انا كنت عامليها وبعدين هدخل في العمود الاولاني واعمل منزلقة وادخل في الفراغ واعمل منزلقة ابقى انا كده خلاص وصلت للفراغ هعمل تلاتة سلسلة يمثلوا اول عمود يبقى اعملت تلاتة سلسلة وبعدين هعمل السلسلة رقم اربعة للفراغ يبقى انا ابتديت بأربعة سلسلة تلاتة للعمود وواحدة للفراغ وبعدين ادخل واعمل في الفراغ عمود تاني وبعدين اعمل سلسلة وبعدين ادخل في الفراغ نفسه واعمل العمود رقم تلاتة الاشتراك وبعدين سلسلة وبعدين سلسلة وبعدين العمود رقم اربعة وبعدين سلسلة وبعدين العمود رقم خمس يبقى اعملت جوه الصدفة خمسة عمود بين كل عمود والتاني أعملت واحدة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من غير سلاسل هنقل على طول للصدفة اللي بعده دي غرزة الحش ومش هشتغل فيها حاجة هروح على طول لغرزة الصدفة اللي بعدها وهكرر الجزء ده تاني جوه الصدفة يبقى هعمل عمود رقم واحد وبعدين سلسلة العمود رقم اتنين وسلسلة العمود رقم تلاتة وسلسلة العمود رقم اربعة وسلسلة والعمود رقم خمسة وهاشتغل كده السطر كله بنفس الطريقة دي هعدي منطقة غرزة الحش من غير اي سلسلة ومنطقة الصدفة هشتغل فيها خمسة عمود بين كل عمود والتاني فيه غرزة للسلسلة هكمل السطر كله وارجع لحضراتكم وصلت كده لنهاية السطر رقم اتنين بعد ما عملت العمود الخامس هنا انا كنت بادية اربعة سلسلة تلاتة سلسلة للعمود وسلسلة واحدة للفراغ فهعد واحد اتنين وفي الغرزة رقم تلاتة هدخل وهعمل منزلقة عشان اقفل السطر وبقى كده قفلت السطر رقم اتنين وبعدين هبتدي ادخل في الفراغ الاولاني دوت هدخل الاول بغرزة منزلقة وارتفع واحدة سلسلة واعمل غرزة حش وبعدين اعمل تلاتة سلسلة والفراغ اللي بعده اعمل غرزة حش تلاتة سلسلة والفراغ اللي بعده غرزة حش تلاتة سلسلة والفراغ الاخير في نفس الوحدة غرزة حش تلاتة سلسلة هنا الفراغ ما بين وحدتين جنب بعض هدخل فيه برضو واعمل غرزة حش وبعدين تلاتة سلسلة والفراغ الاولاني غرزة حش واحد اتنين تلاتة غرزة حش وبعدين الفراغ بين وحدتين برضو بعمل تلاتة سلسلة وادخل في الفراغ اللي ما بين وحدتين واعمل غرزة حش واكمل السطر كله بالطريقة دي وده هيبقى الشكل بتاع السطر هاقفل بقى هنا السطر بعد ما خلصته في غرزة الحشو الاولانية اللي انا كنت عملاها واعمل منزلقة وهقطع الخيط لاني عايزة بتدي من جزء تاني مش من نفس المكان ده ويبقى ده الشكل بتاع السدر ده هيبقى شكله وانا هنا عاملة كم وحدة لو بتديت نعد من الخيط هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عندي تمن وحدات يعني لو غيرنا الاعداد بتاعت البداية احنا قولنا كنا بناخد تمانية واربعين غرزة زائد واحد اللي هم تسعة واربعين او اي عدد يقبل الاسم على ستة زائد واحد يبقى مفروض لما اقسم على ستة يبقى الباقي يبقى عدد زوجي عشان هيتقسم على الكمين وهيتقسم على الامام والخلف طيب انا هبتدي دلوقتي هبتدي منين هنيجي بقى للجزء ده كده في هنا كم فراغ في الواحدة دي واحد اتنين تلاتة اربعة فانا هاجي في الفراغ رقم اتنين وحدخل من ورا شايفين حضراتكو انا دخلت بالابرة من ورا وبعدين قدام الفراغ ده في الحتة دي كده هدخل فيها من ورا كده واسحب الخيط من هنا هبتدي بقى أسحب الخيط هنا كده واسبت بغرزة حشو وبعدين ابتدي اعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبعدين ادخل في الفراغ التاني وفي الفراغ اللي تحته على طول واعمل غرزة حشو وبعدين تلاتة سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعده وبعدين في الجزء اللي تحت ده كده واعمل غرزة حشو تلاتة سلسلة وبعدين ادخل في الفراغ الاولاني وادخل في الفراغ اللي تحته على طول واعمل في الظهر كده غرزة حشو تلاتة سلسلة الفراغ التاني اهو بدخل من ورا وبعدين شايفين الفتحة اللي تحته دي هدخل الابرة منها كده واسحب كده واعمل غرزة حش تاني بصوا احنا اشتغلنا منين عشان نبقى عارفين احنا هنعمل كم واحدة انا اشتغلت من هنا هنا دي اللي هي نص الوحدة دي وبعدين هعمل على الوحدة دي كاملة وبعدين هني في نص الوحدة التاني يعني فيه وحدة كاملة في النص وفيه نص هنا على الحرف ده وفيه نص على الطرف التاني فانا لسه بكمل الوحدة اللي في النص دي هعمل تلاتة سلسلة وبعدين ادخل الفراغ اللي بعده فراغ اهو ادخل في الفراغ اللي تحته واعمل غرزة حش تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اتنين تلاتة الفراغ الاخيرة هو هدخل فيه وادخل في الفراغ اللي عنده كده واعمل حش انا كده خلصت الوحدة دي كاملة ونص الوحدة دي فضل نص الوحدة دي هعمل تلاتة سلسلة وبعدين ادخل فيه الفراغ اللي بعده وادخل هنا واعمل غرزة حش تلاتة سلسلة وادخل في الفراغ التاني وادخل هنا واعمل غرزة حش يبقى انا اشتغلت كام وحدة كده اشتغلت وحدة بحالها في النص ونص اللي قبلها ونص اللي بعدها وبعدين هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وحسيب نص الوحدة دي واسيب وحدة بحالها اللي هي دي واجي على نص الوحدة دي بالزبط زي ما كنت شغالة الاول انا كنت شغالة هشتغل هنا هون شايفين دي اهي وادخل تحتها كده واعمل غرزة حش وابقى انا كده حددت الباطل اول او الكوم الاولين اهو وبعدين اشتغل برضو نص من هنا او وحدة كاملة من هنا ونص من هنا فاعمل تلاتة سلسلة وبعدين انا دخلت هنا دخلت من الفراغ ده وطلعت تحته هنا هدخل في الفراغ اللي بعده وانزل تحته كده واعمل غرزة حش واحد اتنين تلاتة اروح للفراغ اللي بعده وانزل للي تحته كده واعمل غرزة حش بعدين تلاتة سلسلة الفراغ اللي بعده ده واروح للمسافة الفاصلة بين وحدتين ابقى كده خلصت نص وحدة واعمل غرزة حش فراغ اللي بعده اللي هو ده هعمل الوحدة دي كلها واحد اتنين تلاتة وبعدين الفراغ اللي بعده اهو واحد اتنين تلاتة فراغ اللي بعده اهو واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده بنزل تحته كده تلاتة سلسلة واروح للفراغ الاولاني من الوحدة الجديدة واعمل غرزة حش واحد اتنين تلاتة فراغ اللي بعده اهو ادخل في الفراغ الاولاني من الوحدة اللي تحت غرزة حش واحد اتنين تلاتة وبعدين الفراغ ده وانزل على الفراغ التاني اللي تحت واعمل غرزة حش يبقى انا كده بعد ما عملت دي خدت نص وحدة وخدت وحدة كاملة وخدت نص وحدة وبعدين هبتدي اعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هنا فيه نص الوحدة اهي وفيه وحدة بحلها اهي وبعدين فيه نص الوحدة التانية اللي انا كنت بجيه فيها هدخل فيها واعمل منزلقة وابقى خلصت الكم التاني بالطريقة دي كده انا حددت كم اهو وحددت الناحية التانية كم اهو والجزئين دول اللي هما واحدة ونص من هنا ونص من هنا والناحية اللي اقصدها واحدة في النص هي ونص من هنا ونص من هنا بقى عندي صدر امامه وخلف وكميه وحنكمل بعد كده جسم الفستين كده وصلت للجزء اللي في النص ده الوحدة دي وده نص وده نص زي الجزء اللي فات فبتدي اعمل اربعة سلسلة واقفل في اول غرزة انا كنت عاملاها لها غرزة الحشو دي واقفلها بغرزة منزلقة وبقى انا كده حددت الكمين وحددت الامام والخلف بالطريقة دي طيب هبتدي السطر اللي بعد كده والسطر اللي انا هعمله دلوقتي هيتكرر خمس مرات او خمس اسطر هبتدي ادخل جوه الفراغ اعمل منزلقة ارتفع غرزة اعمل غرزة حشو وبعدين هعمل سلسلة وادخل الفراغ اللي بعده واعمل حشو سلسلة وحشو والسطر كله هعمله بالطريقة دي غرزة سلسلة وغرزة حشو في كل الفراغات واقرر السطر ده معي خمس مرات او خمس اسطر كل فراغ بعمل فيه غرزة حشو وبعد دي بعمل سلسلة وزي ما قلت لحضراتكو هكرر خمس مرات هنشوف مع بعض تحت الباط هنعمل ايه انا هنا عملت في الفراغ غرزة حشو هعمل غرزة سلسلة وادخل تحت الباط واعمل غرزة حشو وبعدين واحدة سلسلة وبعدين غرزة حشو وبعدين سلسلة وادخل على طول في الفراغ اللي بعده يعني عملت غرزتين حشو بس في تحت الباط غرزتين حشو وبعدين بكمل بقى زي ما قلت لحضراتكم هكمل خمس اسطر بالطريقة دي برضو الباط التاني هعمل فيه نفس الكلام واقفل الصد واكمل بقى الخمس اسطر عملت كده خمس اسطر ده الشكل بتاع الجزء ده وبعدين هنبتدي نعمل الجسم بقى بتاع الجيبة من تحت هبتدي ادخل في الجزء ده السطر الجديد اعمل منزلقة وبعدين ارتفع واحد اتنين تلاتة التلاتة دول يمثلوا عمود وبعدين غرزة سلسلة وبعدين عمود في نفس المكان وبعدين الغرزة اللي بعدها على طول عمود واحد الغرزة اللي بعدها عمود سلسلة عمود وبعدين الغرزة اللي بعدها عمود واحد واشتغل كده السطر كل عمود سلسلة سلسلة عمود وبعدين عمود واكمل السطر كله بنفس الغرزة دي خلصت كده السطر الاول هنعمل السطر التاني وبعدين هنكرر اربع مرات انا هنا نهيت السطر بغرزة عمود وكدت باجه بغرزة صدفة هبتدي ادخل جوه غرزة الصدفة واعمل منزلقة عشان ابتدي من عندها وبعدين هعمل اربع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة يمثلوا عمود وغرزة سلسلة تمثل فراغ وبعدين هدخل في نفس المكان واعمل العمود التاني يبقى صدفة فوق الصدفة العمود المفرد بقى ده هدخل فيه وهعمل عمود أمان فوق الصدفة هعمل صدفة عمود وسلسلة وعمود وبعدين العمود اللي جنبه هناخد عمود أمان وبعدين صدفة فوق الصدفة او جوه الصدفة عمود وسلسلة وعمود وبعدين عمود أمامي هدخل جوه الصدفة وعمل منزلقة عشان هبتجي منها وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة للعمود وواحدة للفراغ وبعدين أدخل جوه الصدفة وعمل عمود هزود بقى سلسلة وعمود تاني دي زيادة اللي هتتم في السطر ده يبقى عملت كده عمود وسلسلة وعمود وسلسلة وعمود وبعدين العمود ده زي ما هو عمود أمامي وبعدين جوه الصدفة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وبعدين عمود أمامي خلص السطر كله بالطريقة دي يبقى أنا بعمل هنا عملية توسيع بالطريقة دي كده 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 قفلنا السطر في السلسلة رقم تلاتة هدخل برضو في الفراغ وأعمل منزلقة عشان ابتجي من هنا وبعدين أعمل تلاتة سلسلة تمثل عمود وبعدين سلسلة للفراغ وبعدين هعمل عمود أمامي فوق العمود اللي في النص وبعدين هعمل سلسلة وبعدين هدخل في الفراغ اللي بعده وأعمل عمود يبقى أنا عملت عمود وسلسلة وبعدين عمود أمامي وبعدين سلسلة وبعدين عمود جوه الفراغ وهنا فوق العمود ده هعمل عمود أمامي تاني هدخل جوه الفراغ الأولاني أعمل عمود سلسلة وبعدين عمود أمامي على العمود اللي في النص وبعدين سلسلة وبعدين في الفراغ التاني عمود وبعدين عمود أمامي فوق العمود الأمامي هشتغل السطر ده أقرره تاني بحيث يبقى أربع مرات وبحيث لو عديت من أول سطر من هنا يبقى عندي تسع أسطر يبقى كلهم على بعضهم يبقوا تسع عملنا كده أربع أسطر وهنا خمس أسطر يعني تسع أسطر لو عديناها مع بعض واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع هشتغل ازاي بقى دلوقتي بعد ما قفلت السطر أنا قفلت هنا في السلسلة رقم تلاتة همشي بمنزلقة لغاية العمود اللي في النص ده اللي هو العمود الأمامي ناخد بالنا إنه في عمود أمامي أنا أنشأته في الأربع سطور دول وكان في عمود أمامي ده من الأول ما ليش دعوة بيه فأنا هدخل وأعمل غرزة منزلقة وأعمل هنا منزلقة وبعدين أدخل هنا وأعمل منزلقة يبقى البداية هبتديها من هنا من الغرزة الأمامية العمود الأمامي اللي هو في النص ده هبتدي أرتفع أربع سلسلة اتنين تلاتة أربعة تلاتة منهم يمثلوا عمود أمامي ووحدة للفراغ وبعدين أدخل تاني في نفس المكان وأعمل عمود أمامي وبعدين سلسلة هدخل تاني في نفس المكان وأعمل عمود أمامي سلسلة كده كم عمود؟ كده تلاتة واحد اتنين تلاتة أربعة وسلسلة خمسة يبقى عملت خمسة عمود بين كل عمود وعمود في سلسلة من غير سلاسل بقى هنقل على العمود الأمامي الأصلي اللي أنا بجيه من هنا وبعدين أعمل عمود أمامي وارجع قرر تاني هسيب العمود احنا التلاتة دي اللي هي الوحدة اللي أنا زودتها في الجزء ده هسيب العمود الأولاني واروح للعمود الأمامي اللي في النص اللي هو أنشأته من أربع أسطر هعمل عمود أمامي سلسلة رقم اتنين وسلسلة تلاتة سلسلة أربعة سلسلة خمسة وبعدين العمود الأصلي اللي هو الأمامي ده هعمل فيه عمود أمامي وكمل السطر كله وعمل الوحدات دي اللي هي عاملة زي المروح هقفل بقى السطر بغرزة منزلقة وبعدين هرتفع أربعة سلسلة تلاتة للعمود وسلسلة للفراغ وبعدين هدخل عمود أمامي في العمود التاني وبعدين سلسلة وبعدين عمود أمامي سلسلة عمود أمامي فوق كل العمود بعمل عمود أمامي وبعدين سلسلة وبعدين هتنقل للمجموعة التانية على طول من غير سلاسل وعمل عمود وسلسلة اشتغل كله أعمدة أمامية وسلسلة السطر كله هعمله بالطريقة دي ده هيبقى شكل السطر كده أفلت السطر وحتجي أعمل تلات سطور حالية إن أنا أدخل هنا في الفراغ وأعمل غرزة حش وبعدين أعمل غرزتين سلسلة وادخل الفراغ اللي بعده وأعمل غرزة حش اتنين سلسلة غرزة حش في كل الفراغات هعمل كده وقرر السطر ده مرتين تلاتة عشان يديني حالية في الديل بالطريقة دي كده اشتغل كده واشتغل سطرين تاني عليهم ونفس اللي في الديل ده هعمله هنا على الجزء ده اللي هو عامل زي المروحة ده هعمله على الأكتاف وهعمله في الخلف والأمام وأخلصه ونرجع مع بعض نشوف هنكمل ازاي او هيكون شكل الفستين ايه هكملنا أنا بقى كده وأكمل هنا سطرين او تلاتة حالية على الجزء ده ونشوف شكله في الاخر هيبقى ايه حبابي وكده خلصت الفستين خلصت ديل الفستين عملت سطر واحد بس لقيته هيبقى أشك بسطر واحد لو حب حضرتك تعمليه بأكتر من سطر أزيولايك يعني لكن أنا عملته بسطر واحد اللي هو الحالية بتاعة الفستونات اللي تحت هنا برضو في السدر عملت واحد بس سطر واحد بس عشان ما يغطيش على سدر الفستين اللي تحته فعملت سطر واحد وبعدين جيت على فتحة الرقبة وعملت فوق كل غرزة عملت غرزة حشو يعني كسطر كده تثبيت للحرف بتاع السدر طبعا الخيط هو ألوانه منه فيه أنا ما قطعتش خيط ولا أي حاجة هو الخيط كده ألوانه كده ده بالنسبة للفستين وزي ما شرحت لحضرتك في أول الفيديو إزاي حضرتك تطوعي النموذج ده لأي مقاس ولأي سن ولأي وزن لأنه الفستين ممكن ينفع للأطفال وممكن كمان ينفع للكبار وممكن ينفع صيفي وممكن ينفع شتوي لو لبست تحته بلوزة أو شيميز مثلا أو بلوزة هايكول يعني هينفع قوي أي حاجة يعني في أي موسم ممكن أنه يتلبس والأي سن ممكن يتلبس أتمنى يا رب يكون الفيديو أعجابكم وأتمنى يا رب لو عجبتكم قناتي تشتركوا فيها هيشرفني كتير ويسعدني طبعا ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تدسودي لايك لأن ده بيرفع الفيديو وبيتشاف وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم بيسعدني وبحس أنه في ألفة بيني وبينكم وفي حوار بيني وبينكم وابتدي أعرفكم كلكم بالإسم في نهاية الفيديو حب أشكركم كلكم على دعمكم لقناتي وعلى اشتراككم فيها وعلى كل كلمة حلوة بيكتبوا غالي بحبكم كلكم ترجمة نانسي قنقر بيكتبوا 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 بيكتبوا